بسم الله الرحمن الرحيم نهاتا نتكلم على يعني ننظر البست براكتس او معلومات عامة او يعني حاجات من التجارب بتاعت اللي عملوا على الريفت فترة طويلة فمن اول حاجة او انتوا تشير جهاز لازم تقول للراجل اللي بيبيع لهو راجل امين ان انت هتستخدمه في برامج بيم وبرامج كات اقول له علي تستخدمه في الماكس هو الريفت المعروف هو التوكاد فقول له ان هتستخدمه في الريفت والماكس لماذا؟ لان الهاجات دي بيبقى لها اجهزة مخصصة و بيبقى لها امكانيات محددة في بعض الاجهزة توجد مخصصة للعائف في بعض الهاجات توجد مخصصة لبرامج بيم في حاجات مخصصة لحاجات الأوفيس فحسب الحاجات لنتعيسة لو انت بتدور على شيء قوية و مش فاد تفيد معاك الفلوس سأل فهم لي تدور على ماكرو ستيشن فالماكرو ستيشن امكاناته حلوة جدا بس غالي فلزاكنا هم ندور على بي سي عادة بس يكون امكاناته حلوة وبمناسب لنا في بعض الحاجات ببقى سعرها حنين وبنفس الوقت بتدي امكانات حلوة تمام طيب الحاجة اللي بعد كده ايه قلل الامبورت للملفات الدي دابلشي يعني لو انت شغال هتوقت تقوله انسرت لينك كاد هتلاقي ما في بتاعك بدأ يتقل الكاد بمضر على الصحة تمام زي السجار كده لو عملت من بورت كاد وحفجرته برضو بقى مضر تمام فانت قادر امكان حاول تقلل استخدام يعني لو عملت لينك كاد مع مثلا الدور التاني خلصت شغل شيله تمام احساس ما انتقل لكش الملف تمام الحاجة اللي بعد كده وانت شغال في الليفل زبط الليفل قوي بتاعك اتأكد ان هو منزبط لو انت تسحب ملف تاني واخد منه الليفلات من خلال الكوب منوتور تأكد ان انها موجودة باش طايرة منها تأكد ان خلاص ما تسكنها اي حاجة قبل ان تتبقى شغل لان التعديل بيبقى بيسبب ادراج كتيرة يتأكد ان انت عمله بين بيحاس ان هو ما بش غاز من عنك تحركه لا يقول لك لا خلي بالك ان تتحرك حاجة انت عامل لها بين وكذلك الجريد يعني سواء انت ساحب الجريد او مش ساحبها لازم تعمل لها اي حاجة انت ساحبها لينك تعمل لها بين والجريدات برضه بتعمل لها بين لو انت رسمها في البلان او انت ساحبها كوب منوتور بعمل لها بين بحيس بدوش انت شغال بتحرك حيطه تلاقي الجريد يتحرك معك فتلاقي الشغل الطرق يعني الشغل فيه حاجات كثيرة لغباطة يعني تمام او ما تخذش بالك وانت سلم الجريدات غلط بتحصل مشكلة فمن اغلب المشاكل اللي بتحصل مغير ما حد ياخد باله انه يحرك الجريد لانه مش معامل له بين لا انا انا لو عايزة حرك الجريد الهدف معين تمام بفك البن وحركه بعد كده اعمل له بين تاني ماشي طيب اللي بعد كده ايه ما تستخدمش موضوع جوماتري ده كتير لان ده بيدرب لك الملف موضوع الجروب برضه بيتقى الملف وبيزود احتمالية انه هو يدرب منك تمام لو انت شغال ما تتعرضش يفتح نفس كتيرة يعني تخذك خلينا نفتح دي وبعد كده وبعد كده هتلاقي الملف بده يتقل معيك تمام حتى لو انت شغال هنا انت شغال هنا بتحرك الحاجة اللي انت بتحركها بتحرك في كله فده بيتقلك الجهاز تمام لو انت مش هتستخدم الشادو شيله يعني لو انت شغال الشادو ده بيعمل حسابات كتير قوي فخلي بقى كل ما انا ما اعمل زون بس بيتقى لان هو البروستس بيقعد يعمل عملات كتير قوي او المعالج بيعمل معاملات معادلات كتيرة عشان يحسب الشكل الزل ده بعمل ازاي تمام فبدل ما نقعد نعمل عملات دي لأ ادفي ده هتلاقي بقى خفيف معك جدا تمام طيب لو انت شغال برضو في جزء معين عايز تتركز عليه وما تركز على الباقي شغل ديت اقول له زهر لي انت مثلا ممكن يكون بلان كبير قوي بش صغير زي دوت فتركز على الجزء ده وتتشغل عليه بحيس ان الباقي ما يتعبكش وانت شغال ما تعمل ما تفتحش حاجة انت مش محتاجها تمام يعني الفيو ده ما تفتحوش غير اللي انت محتاجه فلو فتحت وانسيت تروح مش هاي فأني فيو اللي تتشغل عليه وتقول له close hidden window يفيه لك كل حاجات التانية تمام ما تعملش موضوع البلس فاميلي ده كتير اللي هي كنبوننت موديل انبلس دي بش حلوة في الريفت يعني الحسابات بتاعتها بتاخد وقت اكتر بزيد احتمالية اننا الفي يضرب معاك لا احنا عادة نعمل فاميلي بره وتروح عمل لها import ده بيبقى السهل في التعامل تمام يعني احنا عندنا فيه system family وفي component family وفي الريفت فاميلي تجنب الريفت فاميلي تمام طيب الحاجة اللي بعد كده ممكن نقول ايه الوركسيت الوركسيت ده كانت حلوة جدا بيديك تحكم رهيب في ايه ايه كل واحد يشغل في ايه ومين المتحكم في العناصر ديت فالوركسيت من العناصر قوي جدا ومميزة للريفت وبدون هايبقى هتلاقي كل واحد بيحرك شغل زميله و احنا فاكر مرة من ضمن الحاجات ان اه انا هكون شغلين كهرومكانيكا في مشروع وبتاع الكهرباء نسي يحط الوركسيت لان احنا كلنا كنا شغلين معمارة وانشاية وكهرومكانيكا في نفس الماء في اللي انا صغير فالكهرباء نسي يزبط الوركسيت في بتاع التكييف بدون زكرا سامي محمد عبدالرازق صاحبي راح دخل وحرك الانارة كهرباء اساسي يحل كوردنيشن فبتاعك كهرباء زعل فراح الاشتكي البين مانجر فقال لأ انت الغلطان لان انت سبت الوركسيت بتاعك اي حد يحرك فده كده انت الغلطان تمام اه لو انت في فاميلي حطيتها بعد كده لقيت نفسك مش هستخدمها خش الغيح يعني الفاميلي دي مسلا بعد ما حطناها العميل معجبتاش شكل التربيزة والكرسي دوت فقال لك شيلهم فبجي هنا في المنزهي و placing king for the families وادور على اسم الحاجة اللي انا عايزها ايها مسلا في النتشر مسلا دية بروح كالله delete تمام لو هي مش موجودة فيلغها على طول لو هي المستخدمة في المشروع هيقول لك خلي بالك انت لما تلغى الفاميلي دي هي موجود عشر مرات تمام فهيقول لك ان اي موجودا قبل كده فى خلي بالك انت لما تلغيها هتلغاه كله تمام طيب من دبنا الحاجات التانية برضه يبراك لا تضع اي او بGANии تمام يعني الفاميلي اللي هي درجة معينة من التفاصيل لو عدت تحط كل التفاصيل غالبا ما بتظهرش في اتباعة بس بتقلل ملف تمام على سبيل المثال اشهر مثال ممكن اضربه اللي هو السبرينكلر او الرشاش اللي موجود في الحروب دي جي جي لا الرشاش بتاع المية السبرينكلر اللي هو في اسفر الحريق بلا انت حطى تفاصيل كتير قوي بينهم هو لما بيتبع بيتبع نقطة تمام فانت الرشاشات ممكن في مشروع صغير يوصل مثلا الف الرشاشات فتخيل الفين رشاش والفين مسدس هيعملوا ايه هيبقى الموضوع صعب جدا تمام فلازم نخلي بالنا من نقطة زي كده فالحاجة اللي انا هستخدمها وطب لو في فاميلي لو في تفاصيلة ما انا عايز اعملها ممكن اخدها على جنب يعني اخد مسلا سبرينكلر واحد وعبارة عن دورية وارسل مننا الحاجات الاضافية اللي انا عايزة تمام دي اهم الملحوظات اللي اتمنى تكون افادة الناس وتسهل عليهم الشغل في برامج البين ترجمة نانسي قنقر